يا صباح الفل ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير شوية ركات ان شاء الله تستفاذي منها اول حاجة معنا ورق العنب في كتير بيشيلوا ورق العنب من غير ما يديلوا نص سلقة كده وبيشيلوا ني على طول كده او لسه يعني جاي بيخسلوا ويحطوا في الستريتش رول ويشيلوا في الفريزر وفي ناس بتديلوا غلوة ده الفرق بين الاتنين انا جربت الاتنين بقليه كم سنة بس الفتحة دي اللي انا اديتها غلوة الغمقة اللي هي وهو كده لسه جاي بخسله وبشيله على طول في الاكياس في الفريزر حتى لما بصوا حتى كمان لما حشيته ده فاتح وده غلوة انا طلعت الاتنين لان في كتير الول اللي بيعملوا كده فحبيت اواريكم الفرق ودي مش اول مرة قبل كده برضه كزا مرة عمل معي نفس الموضوع بيطلع غامق ومش فاتح زي لما بتديله غلوة زي ما انتوا شايفين اهو قدامكم ده الفاتح وده الغامق ده المغلي وده ده اللي مش مغلي فانا بصراحة حبيت الطريقة التانية اللي انا اديله كده غلوة وبعد كده وبعد كده اشيله في كلين فيلم في الفريزر تاني حاجة معنا الطعمية الطعمية فيه كثير بيعملوها بيجيبوا بقى شبت وبقى دونس وخضرة وكده بيعملوها جربي بس الطعمية بالكرات وبالبصل الاخضر لو فيه بصل اغضر حطي حتة كده صغيرة والكرات الكرات بس وفلفل حامي لو انت عايزة الشبت والبقدونس والكزبرة بيغمقوها وكمان بيعملو لها مية فبتبقى فيها مية كثير وبتبقى مش حلوة وبصراحة بيبقى لونها مش حلوة كمان من جوه بتبقى طرية انا جربتها كزا مرة بالكرات بس ولو فيه بصل اغضر اوكي ولو ما فيش كرات يعني وتحط لها توم ولو ما فيش بصل اغضر حتحط لها بصلاية عادية بس كده واعمليها وطبعا لو عندك فلفل حامي بتبقى تحفى احلى من الكزبرة والشبت والبقدونس وبيتضيها طعم حلو جدا زي ما انتو شايفين بس كرات وحطة بصل اغضر صغيرة والفلفل الحامي ده برضو لو انت بتحب الحامي وبتعمليها في الكابة بتاعتك مش لازم المفرمة بتتحانيها كويس قوي في الكابة وبتشاريها في الفريزر من غير ما تتبليها ما تتبليهاش خالص من غير اي ملح اي حاجة خالص تحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر على طول ده احسن حاجة للطعمية ما تتبلش قبل ما تتشال الحاجات دي اه صغيرة بس هي مهمة جدا بالنسبة للطعمية تمام جربوها وقلولي عملته ايه وشاريها في اكياس كده حلوة كل مرة تطلع الكيس تعمليه على مرة واحدة ما تتطلعهوش ويتفرزي تاني اه تشوفي انت استعمالك ايه واعمليها على مرة واحدة والاكياس تقفليها كويس زي ما انتم شايفين اه الطعمية في البيت حلوة جدا جدا احسن من برة وكتبقي عارفة انت بتاكلي ايه الحاجة اللي بعد كده معانا الورق العنب برضو لما تيجي تشيري ورق العنب بعد ما تصلو ايه الصلقة اللي هي قلتلك عليها دي او غلوة كده في كل باكت حطي يعني ده بيبقى الاوزان بتاعتهم مختلفة حطي ده شوية صغيرين ده اكتر ده اكتر لان وانت بتحشي اوقات بيبقى الحلة خلاص فادلها شوية صغيرين تضطر ان تتسياحي الباكت الكبير لا اعملي اه مقاسات مقاسات للباكت يبقى صغير وفا اكبر فا اكبر فا اكبر لان الموضوع ده حصل معي كتير جدا ولما عملت كده ارتحت اللي انا بطلع على طول الباكت وحشيه على طول لو هو صغير بيبقى ساعات عايزة كم واحدة بس البشامل البشامل لو انت شلتيه في الفريزر بيطلع كده معاك بتحس اللي هو اي خلاص باز ومش مالوش اي ملامح لأ البشامل لو شلتيه وبيطلع كده متجمد معاك وتحس اللي هو خلاص بقى مش مش نافع ومش سايل ولا اي حاجة هتديله اما بالهند بلندر اما بالكبة هتحطيه في الكبة زي ما انت شايف كده وشوية لبن صغيرين جدا تمام وتتحانيه في الكبة اهو كده شوية لبن صغيرين قوي وتتحانيه في الكبة البشامل معمول كله ومحطط له كل حاجة بس هتحطيه له شوية لبن كمان وتروح دربة دربة في الكبة زي ما انتوا شايفين اهو وحتشوفو دلوقتي على في الحلة هيبقى عامل ازاي بس حطفط دي بقى في الحلة هو ده البشامان اللي كان متجمد متخفيش خالص لو انتي طلعتيه ولقتيه ملوش منامح كده وتحس اللي هو ناشف كده ومش هيبقى حل لأ خالص حيفك معاكي شايفين اكنك لسه عاملاه حالا اوقات كتير بيبقى عندي لبن او مستعجلة اروح عاملة بشامان وشايله في الفريزر فبطلعه بعمله الخطوة دي حلوة جدا اللحمة والفراخ واي شربة هتعمليها لو هتعملي شربة عايزة يبقى لونها فاتح عليك بالبصل الابيض البصل الاحمر بيغمى الشربة فالبصل الابيض بيعمل الشربة زي ما انتوا شايفين هتعملي شربة هيخليها فتحة وحلوة جدا وكمان تشريها عادي جدا في الفريزر وبتبقى حلوة معاكي تفضل على طول فتحة وبلاش البصل الاحمر وطبعا الملح وكده بنحطه في الاخر الفراخ واللحمة اللي لسه مبتدئين علشان الملح بيقلل او مش بيصرع السوى بيبطق السوى بتاع اللحمة والفراخ الحاجة اللي بعد كده معانا البورد البورد التقطيع انت طبعا بيستخدميه لكذا حاجة هتقطعي بيه هتحطيه كده جنبك هتحطي عليه المعالي هتحطي عليه سباتولات اي حاجة لازم يكون معاكم يعني طريقة بسيطة جدا وحاجة سهلة قوي قشر اللمون انت عصرتي اللمونة وفي كل يوم بتعصلي اللمون طبعا كتير هتاخذي القشر بتاعك هتروحي جايبة البورد بتاعك وحطه عليه قشر اللمون كده تفضلي تتعاكي بقشر اللمون عندك ملح كمان شوية ملح تتعاكي بيها كنت قيل لكم الموضوع ده قبل كده ملح مفيش ملح او خلاص مكسلة تحطي ملح اللمون كفاية هتتعاكيه كده باللمون هيبقى معاك متعقم لان طبعا بيبقى برضو في جراثين من التقصيع دي انا ساعت بستخدمها بحط عليها المعلقة بحط عليها الاسباتيولا جنبي وانا بطبخ فبرضو لازم تكون معاكمة وانزيفة الحاجة اللي بعد كده معانا برضو قشر اللمون مفيد جدا وحلو جدا ما ترمهوش علاقيه كده بكمامة في غسالة الاطباق حاجة بسيطة قوي كده هتحطيها وتعلقيها وانت بتغسلي على السخن هيطلع ريحة لمون حلوة جدا مع الاطباق الخرشوف معانا ده مش قواني الخرشوف عشان يبقى فتح جدا معاك كده شوية ملح لمون مش لمون شوية ملح لمون ودقيق يعني شوية معلقة دقيق ونص معلقة ملح لمون وحتديله الغلوة دي برضو على النار ده بيخلي معاك الخرشوف فاتح لغاية السنة اللي وراها جربي ملح اللمون مش اللمون وشوية دقيق حلو جدا 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 للم يطلع الخرشوف القهوة القهوة لما بتجي تديه قهوة فرنساوية وفيه القهوة العادية برضو لما تيجي بقى تحطي القهوة وتقلبيها بتفضلي تقلبي فيها عشان تدوب لأ أنا بعمل حاجة بسيطة جدا المضرب بتاع النسكافيه ده مش نسكافيه بنده قهوة المضرب بتاع النسكافيه بجيب المضرب وبضرب بيه البن ده القهوة الفرنساوي او هتشوفوا برضو القهوة العادية في ثواني بقى بدل ما افضل اقلب اقلب وساعات كمان ايه ما بتقلبش كويس وانت بتشربه تلاقي بن في بقك كده بالمضرب هتقلبيها بصوا تقلبت على طول في ثانية اهو وما تخافوش مش هتعمل رغبة ولا حاجة هتعمل وش وحتبقى حلوة جدا وده كمان القهوة العادية التوركي العادية برضو لما تيجي تعمليها هتحطي السكر والبن بتاعك والمية بتاعتك وبرضو هتلاقيها القهوة طبعا لازم تقلبي فيها كل شوية طول ما هي بتستوي تقلبي فيها لأ هي تقليبة بالمضرب بس واحدة وحتغنيكي عن التقليب كل شوية وحتكله هيدخل بقى في كله في المية والبن هتبقى حلوة جدا معاكي في ثواني يارب تكون تركات النهاردة عجبتكم واستفدتم منها وما تنسيش اللايك واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم باي باي